اجتمع الرئيس عبد الفتح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول السعرات جهود تطوير وتطوير البحيرات الطبعية على مستوى الجمهورية خاصة بحارتي المنزلة وناصر وطلع رئيس السيسي في هذا الإطار على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة التي تعد أكبر وأهم البحيرات الطبعية في مصر وذلك استمرارا لجهود الدولة ذات الصلة حيث شهدت البحيرة تغيرا كبيرا ونقلة نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتعميق البحيرة وتطهيرها وإزالة الرواسب والحشائش باستخدام أحدث الكركات العملاقة ووقف تدفق مياه الصرف إليها من خلال تنفيذ محطات معالجة ثلاثية فضلا عن إنشاء طريق دائري حول البحيرة لحمايتها وضمان سلاسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد وهي الجهود التي أدت إلى استعادة الحالة الطبعية والتوازن البيئي للبحيرة وزيادة مسيحتها الكلية إلى 250 ألف فدان تحتوي على مياه نقية ساعدت على الإنتاج السنوي من الأسماك الفاخرة بها كما كما ونوعا وقد وجه السيد الرئيس باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة بوسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه وتستسمر جهود الدولة التي استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة وذلك من خلال تطوير قدرات وأليات الصيد بها لتعزيز فرص العمل ولمساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة وذلك للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة وما إلى ذلك من مردود اقتصادي وتجاري وغذائي باعتبار أن البحيرات تمثل حضانة طبيعية لإنتاج الأسماك كما تبع الرئيس جهود تطوير بحيرة ناصر موجها سيادته بأعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثرواتها السماكية من خلال تطوير البحيرة والعمل على رفع كفاءتها وتعظيم إمكانات الصيد بها وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة تنمية الريف المصري على مستوى الجمهورية وذلك من حيث إجمالي مساحات الأراضي والبنية التحتية لمشروعات استصلاح الأراضي إلى جانب جهود توفير المقتنيات المائية فضلا عن معالجة التحديات القائمة وذلك بالتنصيق بين الشركات ووزارة الزراعة والري والجهات العلمية المتخصصة كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بكافة عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري خاصة ما يتعلق بتوفير المياه وأنوعيتها باعتبارها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي نظر اليوم شكرا